نظام مبارك أخطأ أخطأ لما فيهاش وما فيش نظام بيخطأش وكان لابد يعني الرد الفعل اللي حصل في بداية الثورة ده رد فعل الشعبي بجد ما حدث بعد تنحي مبارك مش ثورة تم سرقة الثورة بقوة سياسية ودينية وللأسف الشديد أنا بشوف إن الشباب أصحاب نقطة البداية في هذه الثورة الجبارة العظيمة اللي أوباما تغزل فيها وقال على الشعب الأمريكي والشباب يتعلموا من الشباب المصريين تم سرقة هذه الثورة لأن الشباب لم يتحدوا إن الشباب لم ينتهزوا الفرصة فرصة الثورة دونية كان لازم يتقدموا يتقدموا الصفوف بجد عشان يحصلوا على مكانة هم تراجعوا واختلفوا مع بعض وكان إن القوى المنظمة والأحزاب الأديمة اللي ليها سواء أرضية كبيرة أو أرضية متوسطة هل استطاعت إنها تستولي على الثورة الثورة ليها رأس واحدة ما يفيس ثورة ليها عشرين رأس ما تنجحش فين الراس عبد الناصر أما جيه عمل ثورة كان ضد كل الأغنية اللي هم إلى الآن ضد عبد الناصر وأشبههم هم ضدوا إلى الآن لكن لأنه كان صاحب رأس واحدة وجهة نظر واحدة المحيطين بمؤمنين بأفكاره أياً ما كان علاقته بمحمد نجيب ولأن كل واحد ليه أخطائه الشخصية ثورة يناير دي ملهاش رأس واحدة وعشان كده تم النط عليها من كذا اتجاه وإلى الآن الإخوان بيعانوا رغم الانتخابات جابتهم وإحنا معترفين بالرئيس مرسي كرئيس منتخب لكن في النهاية بنسبة كام جيه دي ترجعنا يعني لمناقشة الديمقراطية الديمقراطية علينا نتقبل رغم إنها بفرق صوت واحد لازم نتقبل ده لكن بشرط إن هو يثبت لي إنه رئيسنا كلنا مش رئيس الإخوان أنا بناشد الشباب في كل الأمة العربية مش في مصري بس إنهم يرجعوا نفسهم عقلياً وما يسمعوش كلام حد ما يسمعوش كلام حد ويحاولوا يتحدوا لإجبار القوى الأخرى لإن أنتوا المستقبل الشباب أنتوا المستقبل في الأمة العربية من غيركم من غيركم يعني أنتوا ممكن تسقطوا أدخن واحد في الانتخابات وممكن تنجحوا حد لو اتحتوا واتفقتوا ما بقاش في خلاف في المبني بتمنى أنكم توصلوا لهذه المرحلة من الاتحاد والوعي وعدم الوقوع صيد سهل لزمن الإصارة اللي احنا عايشينه ترجمة نانسي قنقر